هم اللي صار على الكرسي أفضل يعني الكرسي الأول الكرسي الثاني ولذلك حتى بالأحاديث أبو باكر أحد الأخوة استبصر بس أروي لك هذه استبصر لقضية معينة شنو القضية يقول مرة كنت أفتح كتاب فأفتح الكتاب أقول دخل أبو بكر بعدين دخل عمر بعدين دخل عثمان بعدين دخل علي فأنا قلت حركت دماغي قلت أي حديث أفتحه أجد أنه الحديث مرتبة على الكراسي دخل أبو بكر لأن أبو بكر الخليفة الأول دخل عمر لأن عمر الكرسي الثاني أبو بكر كرسي أول عمر كرسي ثاني عثمان كرسي ثاني فيقول قدح في ذهني أبو بكر انتبه الله يا رحم والدك يقول قدح في ذهني أنه هذه الأحاديث كلها مرتبة على الكراسي فيقول بدأت أبحث فلما أبحث وقف على الحقيقة استفسر فحتى الأحاديث أخونا مرتبة على أساس كرسي أول كرسي ثاني كرسي ثالث كرسي أول طيب يقول فالخلافة خلافة أمير المؤمنين عند هؤلاء الباطنية هي خلافة بعد رسول الله بلا فصل وهذه خلافة هؤلاء على الترتيب يقول خلافة الجيوش وإقامة الحدود والذبع عن بيضة الإسلام طيب يا عزيزي يا آلوسي شن الفرق بين الثنيين يقول والفرق عندهم يا عزيزي يا آلوسي يا سني يا سنفي من يتقول هيك يقول يا عزيزي يا سني يا سنفي يا سني والما يقال الآن أجيب كتاب الإعلام للزراكلي وتاريخ السلفية في العراق هذا الآن أجيب يقول والفرق عندهم بين الخلافتين يعني الباطنية والظاهرية كالفرق بين القشر واللب القشر الذب بالزبالة يقول واللب شا تستفيد منه فالخلافة الباطنية لبوا الخلافة الظاهرية هي خلافة أمير المؤمنين بس أنت هذا القشر لا تذبها بزبالة الكوكشور تحرك انت تدفى بيها ايه اسمع الله لار يقول الخلافة الباطنية لبوا الخلافة الظاهرية وبها يذبوا عن حقيقة الإسلام مو تجهيز الجيوش يذبوا عن حقيقة الإسلام حقيقة الإسلام هاكي لغمان وبها يذبوا عن حقيقة الإسلام وبالظاهر يذب عن صورته مو حقيقة والصورة والله في الكلام الساحب ما دورت صورة ما دم يعني ما في شيء من الداخل صورة وهي مرتبة القطب في كل عصر وقد تجتمع مع الخلافة الظاهرية يقول بعدين ممكن تجتمع كما اجتمعت في علي انكرم الله وجهه أيام إمارته وكما تجتمع مع المهدي أيام ظهوره مو أيام ولادته شنو هاي الخلافة شنو سميها يا آلوسي والله كلمة تكتب بالذهب وهي والنبوة رضي عاثدي الله أكبر الله أكبر سني سني أبو جيبولي جزء سار حس أجيب أفتح لكم الكتاب أمان خلي خلي شوف الولد أبو عائشة وجمعته وشيخ دكتور مجاهل وبعدي أبو عائشة أبو عائشة يقول لك الآن قرأنا أبو عائشة أول شي تسمعني تسمعني أنا أبو عائشة أبو عائشة طيب الآن بس لحظة أبو عائشة تسمع أبو عائشة أسمعك 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 أبو عائشة قرأنا من كتاب عيون أخبار رضا بأسانية صحيحة أنه النبي صلى الله عليه وآله يقول أنه أنت أتشيع وإثبتك يقول أنه كرم الله وجهه كرم الله وجهه شيعي لما كرم الله وجهه هل أنها من الشعار رافض لا هجيب الكتب أجيب لا 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 سمع لا صحي يقول لك شيعي اللي هي الشيعي الي اقول العمر شيعي ويقول کرم الله و EPI هذا الرافض كامل opinionsно that MIA يقول لا 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 هذا شيعي سمعت الكواني شيعي لي اقول علي كرة فتحصى قد و تخصيص کرم الله و جه ل 자기 ابنا بيطان البيضاء من الفداء ولا يقول الا الرافضة الاسект يكررها دائما في علي ابن ابي طاح فأنا يقل قال اولوك كرم الله و وجه ولا عمر كرم الله و وجه ولا عثمان كرم الله و وجه ف يتخرج فقط لع 허팝 شو ما مكرمه غير يقول الحاق لأن وجهه ما مكرم علي يعني المعروف شعار الرافضة لا أبو عائشة ما لا تلزمني بشخص شيعي يتخذ من الشعار الرافضة شعاراً له أبو عائشة أبو عائشة أنت لمن الآن بالعراق صدقني أبو عائشة الآن العراق بالذات لأننا نتكلم عن بلدي مني يسمعوا كل العراق كل العراق وأعتقد فلسطين ما أدري محمد من فلسطين إذا يجاوبني كل العراق عندنا يتكلم عن عراق فلسطين ما أعرف كل العراق يقول علي كرم الله وجه الله وكلك روح للأنبار يقول لك سيدنا علي كرم الله وجه والله يا أبو عائشة عندنا في السعودية أستاذ وعد هذا شعار الشيعة هذا من السعودية قال شيخ النبي فهد رحمه الله لا يجد أن يقال كرم الله وجه فقط لعلي هذا شعار انتخذته الرافضة ولكن يقال لعلي فهذا المشكلة يقال لعلي كلهم يقال لهم كذلك أما أنه يتخذ شعار لعلي سينة سينة فهد فهذا شعار للرافضة الألوسي يتخذ بالشعار إذا أنا قلتها كثني يا أبو عائشة إذا قلت فرمه أنا أصبح شيء إلى هذا فلسطين فلسطين الكل بيحكي كرم الله وجهه من وعلا بالمدرسة بيحكيها عني بأبو عائشة شفت أبو عائشة فلسطين وبالسعودية إلا أنتم الأخوة الوهابية أنتم الأخوة الوهابية ما تقبلون هذا الكلام أبو عائشة تسمع؟ طيب شنو المشكلة أنه نقول أن علي كرم الله وجهه ليش عندك حسيكة؟ هذه بدعة من بدعة الشيئة بدعة من بدعة الشيئة حقدا على أبي بكر وعمر وعثمان والصحابة فلا يقال مثل ما يقال الصديق لله عنه وعمر رضي الله عنه عثبا رضي الله عنه أما تخصيص علي بن أبي طالد بيكرم الله وجهه فهي بدعة ومن قال فهو مبتدع أولا ترضى عن علي يا أبو عائشة ترضى عن علي طيب لماذا لا تترضى عن علي؟ يقولك ترضى عن علي فتخصيصه بكرم الله وجهه ترضى عن علي ترضى عن علي الغالين في علي يقولك كرم الله وجهه ترضى عن علي ترضى عن علي الواجب على أهل السنة من أمثال فهد وغيره ترضى عن البعد عن مشابهة الرافضة ترضى عن علي شيخنا شيخنا أبو عائشة لحظة لحظة شيخنا أبو عائشة أبو عائشة أبو عائشة ترضى عن علي اسمع لا 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 تكمل أنا سؤال أسألك الذي يقول كرم الله وجهه شيعي الذي يقول كرم الله وجهه شيعي أي يقول شيعي بدع الشيع أنا أرد اسمعها من لدي ترجم الراغضة من بدع شيع تختلفوها اختلفوا تسكت الأن تسكت الأن لا لا سماعت مو تسكت سماعت شنو قلك يقولك أبو باقر الواجب واجب عليك انتو قال لأبي بكر وعمر علي ابن ابي طالب بدعة لكن مع أبي بكر واجب انو تقولها عليك تحصيصها لأني ابن أبي طالب اسمع 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 في مسند أحمد اسمع اسمع الإمام أحمد بن حمد اسكت يا رجل اسمع اسمع بابا على كل مسلم أن يدفن هذه الفتعة هذه فتعة صنمية لا تجود لا عمد الله عليك اسمع في مسند الإمام أحمد جزء الأول صفحة 217 يقول فبلغ ذلك علي كرم الله وجهه كتاب الأم للشافعي الجزء الأول صفحة 231 قال الشافعي وبلغنا أن علي كرم الله وجهه كان يقرأ على المنبر الإمام مالك في المدونة الكبرى الجزء الثاني صفحة 183 يقول مولاه علي كرم الله وجهه النووي في المجموع الجزء الثامن صفحة 30 يقول علي كرم الله وجهه إنه كان يقول إذا استلم الركن شرح صحيح مسلم للنووي يقول في الجزء الثاني صفحة 70 مروي عن علي كرم الله وجهه النسائي في الخصائص لأمير المؤمنين صفحة 106 منزلة علي كرم الله وجهه وأيضا في وزايد المسير لابن الجوزي رواه عاصم ابن بمران عن علي كرم الله وجهه الجصاص في الفصول في الأصول الجزء الثالث صفحة 242 ودفعها إلى علي كرم الله وجهه ابن حجر في الإصابة الجزء الأول صفحة 76 يقول على أمير المؤمنين علي كرم الله وجهه الذهبي في سيري أعلام النبلاء الجزء 14 صفحة 132 يقول عن علي كرم الله وجهه ابن الأثير في أزد الغابة قال الجزء الرابع صفحة 31 قال استخلف أمير المؤمنين علي كرم الله وجهه ابن عساكر في تاريخ دمشق الجزء 14 صفحة 105 يقول رأيت علي كرم الله وجهه أبي حاتم الرازي الجرح والتعديل للرازي الجزء الرابع صفحة 492 روي عن علي كرم الله وجهه السرخسي في المبسوط جزء 18 صفحة 171 أن رجل أتى إلى علي كرم الله وجهه سبول السلام ابن حجر العسقلاني جزء الثالث صفحة 260 وأخرجوا ما في بطنها فبلغ علي كرم الله وجهه كتاب العمدة لابن بطريق صفحة 8 ولدت أمير المؤمنين علي كرم الله وجهه الشوكان السلفي في نيل الأوطار الجزء الأول صفحة 22 وقد جاء عن علي كرم الله وجهه البيهقي في السنن الكبرى الجزء الثاني صفحة 415 عن علي كرم الله وجهه صاحب كتاب بجمع الزوائد الهيثمي الجزء العاشر صفحة 6 عن علي كرم الله وجهه عبد الرزاق الصنعاني في المصنف الجزء السادس صفحة 504 عن محمد بن عقيل ابن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه الطبراني المعجم الكبير الجزء 11 صفحة 96 نزلت في علي كرم الله وجهه في كنز العمال للمتق الهندي جزء 15 صفحة 800 عن علي كرم الله وجهه الجصاص وكل القرطبي في تفسير القرطبي كله مشي عصاره صفحة 107 عن علي ينكرم الله وجهه سبنا الهدى والرشاد للصالح الشامي الجزء 11 صفحة 280 عن علي ينكرم الله وكل علماء السلم أقول لك لعد أبو 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 باقرة قل لنا المخرج خليك تب الله أكبر استبصار بن حجر العسقلاني استبصار أرد عندي أرد عندي أرد أرد الأطفال لديها يكفشها حتى هي هذه العبارة مثل مثل عبارة صدق بعد تلاية القرآن يعني هي مش شرط أنه مش شيع بتدعوها مش شرط أختي عليها لا 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 سأبين لك أولا تخصيص علي علي تخصيص تخصيص علي بن أبي طالب بهذه الكلمة كرم الله وجهه دون غير من الصحابة لغو من القول وابتدعهم في الدين الله أكبر يلا تخصص الفاروق لعمر يلا لا 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 تعالي الآن كل علماءك الذين ذكرناهم قل أنهم مبتدع لا بدا لا في كلام الله تعال قلهم في نظرهم عبدت أوزان كل علماءك الآن قل أنهم ناس مبتدع حجنات حجنات طالعا زر على الرضوي الرافض زر إن ممن لا يختلف فيه اثنان ممن على وجه الأرض أن الثلاثة أبو بكر وعمر وعثمان كانوا عبدت أوزان حتى لقضوا آخر أنفاتهم في الحياة فهم يقولون علي وكرم الله وجهه لأنهم يعني يتهمون أبو بكر بأنه كافر عفوا أبو بكر وعمر عفوا 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 هاي الشكولات أنا مو موضوعي هاي الشكولات اسمع اسمع أنت اسمع اسمع زي الواقع في لحظة أبو بكر لحظة لحظة أبو عاشة أبو عاشة فهد سألك قال لك إذن لا تخصص الفاروق لعمر تقبل الفاروق مرد بها حادث صحيح أنه لحمر منه منه قال يهود قاله الفاروق أستطيع أن أقولها لعلي لماذا لا أقولها لعلي أيوة ليس بالعلي صاهي العلي ليس بالعلي أنا سأقول لك لماذا لعلي لأن لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الله عليه وسلم قال يا علي لا يحبك لنا مؤمن ولا يبغضك لنا منافق فضع له فاروقا بين النفاق والإيمان اسمع غرفة هاي لعلي ظلما ودورا ومهتانا أبو عاشر أسلح ورحلة ثلاثة أبو فهد أبو عاشر أبو عاشر أبو باقر لحظة أبو عاشر الآن أنا أجو ياك كرم الله وجه ولي علي حسيكتكم خطأ ولا تقال ولي قولها لا مهو خطأ لا مهو خطأ لا مهو خطأ لغو من الطول وليو بيعممها للصحابة أوقف لحظة لغون وبدعة ومنكرة الآن أريدك تقول هاي الأسماء اللي قراها هذا الرافضي ابن الرافضي أحمد الإمامي أنهم كلهم مبتدع لغوية حشوية معروف إيش كلهم قولها الذي قال هؤلاء الذين قالوا كرم الله لا يسخفون على الصحابة يعلمون أن أبا بكر أفضل من علي وعمر أفضل من علي واسمان افضل من علي فهم يقولون هذا اللعب واللف والدوران انت قلت هذا الرجل رافضي لانه قال كرم الله وجهه قال شيء الاولاد ادو 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 من علي ولو تأتي ملايين السنين الضوئية يعني يعني ملايين السنين الضوئية بين علي و ابو بكر يعني الان نرجع نرجع سؤال اللي يقول كرم الله وجهه الان هذا مبتدع ولا نسألة نقولها شون قلته قال شيعي الان الشيع الرافضة هذا لغو في القول وابتدع في الدين زين انت قلت قلت انه روح اسمع قلت الالوسي شيعي صح? نعم شيعي ومتشيع متشيع لانه يبكر في كل كلامه اما النبو قالها مرة واحدة ابو عاشب ولم يستمر والله تدري انا على واش متندم متندم انه ما لحقت على الالوسي كان علن تشيعي بقناتلي هاي 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 اللي فاتت ها تفضل كبر لي شاشة هج الله يرحمه وتعلم نحضه Virat انا عق Rainbow Green فكير مع الواسطة نحضه haft el 6 اولا اسمع اسمع تعلم اسمع وتعلم empieza لحظة لحظة لاحظة انا حتيك ككرم الله وتكرم الله وتكرم وهالله اسمع اسمع وتعلم اسمع 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 وتعلم اسمع وتعلم وتتضغط ابو بكر perkara اسمع وتعلم اسمع وتعلم اسمع وتعلم فقط عبارة صغيرة. اي. عبارة صغيرة. اي. شنية? اوكي. شنية? انه اه اللقب ابو بكر كان الصديق. اي. واللقب اه عمر رضي الله عنه كان الفاروق. شذب اه? اه اه صبري. انا ماني شايفة مجال لانه يعني يصير خلاف على هذا الموضوع. زين بعدين نجي اه اللفظ الصديق. لا لا ايضا علي يسمى الفاروق. اي احسن. ايدي انا. على كيفك على كيفك على فاروقا بين النفاق والايمان. الله اكبر. اليمان والنفاق. وضعه الرسول صلى الله عليه وسلم. بناء على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. لا يحبك انه مؤمن ولا يبردك إنه منافق. فاصبح فاروقا بين الايمان والنفاق. الله يا وفقك يا فهد. اخوان ادعوا الفهد بهاي الليلة. ايه والله. شوفوا حجة فهد. بسmondة ابو عاش ابو عاش ابو عاش شوف. جهنم. انا احب عليا ولا احب معاوية. ما رأيك? لا احب معاوية. ولا اوطيقه. دخلت جهنم. زين. زين. كرم الله وجهه. كرم الله وجهه. هذا الخرطم على ابو عاشر. معاوية دخل لانه مؤمن. ابو باقر. ابو باقر. ابو باقر. قال كل من انت منتبهت عليه فضيلة الشيخ عبد العزيز. يقول والله انتو ما انتبهتوا علي انا سمعت لي ان قريب. يقول مين تقولون. اه علي كرم الله وجهه وطبلة اذني تأذيني. طبعا ناصبي. لا لحظة. صح ابو. صح ابو ابو عائشة. اوه. والله لما تقول احب كرم الله وجهه وطبلة اذني توجعني والله ما يجول. ما يجول. عساك الجهنم انت وطبلة ابنك. حجي بس قبر للشاشة الله انتبه. اقران نقران. اقران نقران. اقران نقران. اقران اقران. بعد كل كلمة نقول. اخواني. هذا الالوسي اللي اتهم انه شيعي. هذا هذا الجاهل الذي تنقر. لا 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 خلي يعني اوه هذا الحسيك هذا استخدم ايه. صورة شو موقفة حجي عدي. ايه. لا 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 لا. هذا كتاب الاعلام للزاركلي. هاي امامكم. شيعي. شيعي. الجزء السابع. شيعي. شيعي هذا. الزاركلي خوصلني هو ما لا علاقة حتى من تشيع. اه. تفضلوا. هذا ماذا يقول عن الالوسي. اللي تشيع. ايه. الالوسي الكبير. محمد ابن عبد الله بن الحسين شهاب الدين ابو ثناء محدث اديب من المجددين من اهل بغداد مولده ووفاته فيها. كان السلفية الاعتقاد امامك. هاي. اه. اه. مرحبا يقول سلفي علماك يقولون سلفي. اه. 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 لحنا لحنا لتتكلم. اه تركة هذا. اه تركة. اسكت بابا اسكت. اسكت بابا. اسكت. الالله لعلوك. اسكت. هذا تاريخ السلفية. هذا شلو الكتاب اسمه. هذا. تاريخ السلفية في العراق. دعوة الامام محمد ابن عبد الوهاد. تأليف سعيد ابن حازم السويدي. هذا هذا منه طبعة شيعي هذا إيران طبعة بس أقرأ لك تاريخ السلفية في العراض يجوز إيران بلا شوف المملكة العربية السعودية أقرأنا يعني العنوان المملكة العربية السعودية مكة البريد الإلكتروني موقع السلفية الآن تأكدنا أنه هو أخوان السلفية هم اللي طبعوه إجدالوا الأخوان السلفية عن الآلوسي ستة وثلاثين ستة وثلاثين اسمع ماذا يقول لحظة لحظة خليك كمل تسعة وعشرين ينقل أنه موقف يقال تفضل يقول أبو الثناء الآلوسي تاريخ السلفية اسم الكتاب ومن علماء العراق الذين وقفوا بوجه الشركيات التي يقع فيها العوام وغلات المتصوفة يعني هو هو ضد الشيعة هو ضد الصوفي عندك كتاب ضد الشيعة عندك شاي أسجبك يا الكتاب وغلاء الإمام أبو الثناء الآلوسي صاحب تفسير روح المعاني الآن أنا أتكلم وقفوا وخر الكتاب خليني أنا أتكلم أيها السنة الآن أحمد الإمامي وضع كتب مؤلفة في السعودية حول تاريخ السلفية أن الآلوسي هو من السلفية الآن سؤال حرك عقلك لماذا فضيلة الشيخ عبد العزيز أبو عائشة ينسب الآلوسي إلى الشيعة لأنه قال أن علي كرام الله هل تقبلون أخواني وهذا الكتاب حجي بس أقرهاي لقد كان الشعار الأبرز للسلفية في ذلك الوقت هو مخالفات مخالفة الانحرافات الصوفية ومن هذا الباب جعل الآلوسي عثمان بن سند البصري في عداد السلفيين أقره جوش يقول يقول في المسك الأذفر وكان رحمه الله سلفي الظاهر والباطن ظاهر وباطن هذا أيضا التركي حجي هذا مناهل العرفان الزرقاني هذا من علماء أهل السلفي مناهل العرفان شي علوه سني شي علوه سني سرقاني من كبار العلماء المصنفين عندهم والآلباني يقول من كبار المصنفين شي علوه المصنفين هل يكبر للصول الله يرحمه والديك هذا غير نعرف سني سني هذا لا السرح أطلع لك هو المطبوع اسمعوا شي يقول يقول وأما تفسير الآلوسي فاسمه روح المعاني مؤلفه العلامة المحقق شهاب الدين السيد محمد الآلوسي البغدادي مفتي بغداد المتوفى 1270 وهذا التفسير من أجل أجلة التفاسير أجل التفاسير وأوسعها وأجمعها نظم فيها روايات السلف بجانب آراء الخلف المقبولة وألف فيه بين ما يفهم بطريق العبارة وما يفهم بطريق الإشارة يلا شون نقلب هذا لا قال كرم الله وجهه يعني بس قال كلم هذا أبو عائشة شنو هو وجماعته والله والجملة اللي ما حب الجملة اللي أدته أبو عائشة أنا لا 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 كلكم ضدكم أنا أوقف مع أبو عائشة كلكم أبو عائشة شجاع لما تسأل أبو عائشة يقول لك أنا عندي سلفي ابن باس هو الذي قال هل أقرأت هذه الجملة اللي قرأتها وقيت لك على أساس هل سأجيب الكتاب بس أقرأها الله لا بس خلي أخلي بس خلي أخلي أخلي أستاذ واعد إذا يلزم نفسك ببنباز فعليه أن يلتزم بقول ببنباز أن معاوية باغي وأن عائشة لم تصب في خروجها يعني عائشة كانت على خطأ أحسنت الآن ألزمت نفسك الآن اسمع أخوة وهي مرتبة القطب في كل عصر وقد تجتمع مع الخلافة الظاهرة كما اجتمعت في علي كرم الله وجهه أيام إمارته وكما تجتمع في المهدي أيام ظهوره وهي والنبوة رضيعا ثدي رضيعا ثدي وإلى ذلك الإشارة إلى ما يروه عنه عليه الصلاة والسلام خلقت أنا وعلي من نور واحدة وكانت هذه الخلافة فيه كرم الله وجهه على الوجه الأتم يعني أخواني إذا أردتم تمام الحق هذا الآلوس إذا أردتم تمام الحقي وأن الخلافة العلوسي مغالي العلوسي الآن هذا غلوك صار مغالي الآن هذا غلوفي نزل منشيئ إلى غلوب صار منشيئ طلع من التشيع صار الآن مغالي صاتل الله الغلوب والغالي علي بن أبي طالب خلق من سوري علي من عنوض وحمد يا عجل واشتلكلم هذا غلوب علي بن أبي طالب خلق من فاطئي بنت أسد مثل بقية إنسان ولادة طبيعية كلم خلق من نور هذا هو الغلوب الذي نهى عنه النبي طالب لله الغلوب زيان أبو عائشة شنو رأيك به هذا اللي خلفي محمد بتولي الشعراوي في ماذا؟ ماذا قال؟ إذا كان قوله خطأ بالخطأ أنت شنو رأيك فيه؟ هو عالم مش عالم؟ علي مؤاخذة حتى متولي الشعراوي ما سلم منكم؟ لا علي مؤاخذة نعم بيطر عبيتها بجديد أبو عائشة علي مؤاخذة زيان خليشوف هذا في أخ سني عراقي طال 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 من القرآن أنا عندي من القرآن بس بس لحظة خلق أخذ هذا السني من العراق أصر على الاتصال أبو زهراء خلق أشوف شنو يريد فضل أبو زهراء السلام عليكم شكرا على العقل عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شون الحاج؟ عليكم السلام المتكلم سني الآن إتم عراقيين عدكم هاي الحسيكة ضد علي بنبي طالب ولا فقط نجده فضل حاج قبل أن أتكلم ويش معنى أبو عائشة طب على صراح يقول لك مو سني فيه أنا سيسلم من الأنبار من مدينة عاني سيحو الأم والعلم والعلماء من الغربية والأب في الرمادي أنا كنت حالي حالي قطية أنا كنت أكثر من أبو عائشة لكن بعد ما عرفنا الحقيقة وعرفنا الحق مع آل البيت إحنا هسا مع آل البيت الإمام علي من يكون مع الإمام علي يكون مع الدين الحق الإبتعاد عن علي الإبتعاد عن دين عن دين محمد صلى الله عليه وسلم كرم الله وجهه قليلة في حق أمير المؤمنين علي قليلة علي هو الشجاعة يوم فرّت الناس يوم حنين بقى علي الكرار يوم بدر فرّت الناس بقى الكرار علي يوم أحد فرّت الناس لذلك قال لذلك قال رب العالمين محمد رسول الله والذين معه أنزداء على الكفتار سيف علي وما أدراك كما سيف علي لحظ قبل أن أتكلم هذه المجموعة التي نسمعها هم الوهابية 5% من حسبوا من في سمع السنة 95% هم ماتوردية صوفية أشعرية كل ذلك الطوائف ما يعترفون ما ابنتينية ولا يعترفون محمد عبدالوهاب ويقفت 5% 10% لكن تلونه أنت ناس خليت ربكم ابنتينية ابنتينية لأنه يوم الأمويين لو تسمح لي الكوبايسي عدن حتى الحقيقة على الأرنباش سوى زنديق حسن المالكي دكتور وشيخ وعلامة سوى زنديق عدنان إبراهيم سني سوى زنديق الشيخ طارق كلهم من كبار العلماء سوى زنديق الآلوسي سوى شيعي أي آخر شيء هذا هذا طالح المغامسي إمام جامع حباطي السعودية وهابي عدن حتى فيه حق هم من يسمون مذهل لأن قال الحق وقلع فضاء الآل البيت قالوا عنه زنديق أي سني أي عالم يميه الوذافة عن محمد وعال محمد ليس وزندي كحد وهم خمسة برمية المذاهب الأربعة الشافعي والبخاري والمالكي وإحمد للحمد كفروا إبن تيمي خلس معني خلس معي يا باعجة يعني جس يقول رب العالمي له أصابح ولو عيون ولو يقول يبعد على العرش وتفروه إبن حجر العسقلاني اتهموا بالرفاق من كبار العلماء قالوا لأن يقول أخطأ علي سبعة عشر مسألة يعني يعني قال أخطأ الإمام علي حجر أصبع طعش مسألة ترزعوا لحديث يا علي لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق هاي السؤال لابو عائشة والكل المجتمعين عوبنا من سنة وشيعة بالله عليك محمد محمد إبن عبد الله تشريع لأمر تشريع نعم فأبعال رب العالمي قال ما آتاكم الذي تخذوه وما نهاكم قمت قال ما لكم الخيار من أمركم إذا قضى الله أمرا ورسوله عمر منه أبو بكر منه عائش منه ما حد يقدر يغير ولا حرق الإمام الإمام الرسول الإمام علي عليه السلام هسا احنا نجي على هذا الحديث اللي كنا نعرفه ده يا علي الإمام علي يقول والذي سلق الحد في صحيح مسلم هذا رقم رقم الصفحة والحديث سلق والذي سلق الحد وبرع النسم إنه لأهض النبي الأمي صلى الله عليه وسلم إلي أنه لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق إلا عليك ليحب الإمام علي مؤمن وليبغض منافق يعني النبي شرع ليبغض الإمام علي قولا بالنسان منافق في الدرك الأسفل شنو معنى ليقاتل الإمام علي شنو معنى ليسب الإمام علي شنو معنى المجرمين اللي تسفقد بناء من أجله هذا مسلم هل نجعل المسلمين كالمجرمين مثل بني أمية المعاية اللي ما خلوا واحد ما اقتلوه نجعله مثل يفيد هذا الملعوز لا إله إلا الله ما لكم كيف تحكمون هذا هذا الوخ الوخ يا قاتل لو تسمح لي ابن ابن مجر ذعنة الله عليه أشقى الآخرين سيتجندوا هالأشقى اللي يصلى النار الكبرى اللي لا يسمحه ولا يراه إشقال رب العالمين إشقال يا حاج وعد بالله عليك تركنا من يسلمه الشيعة ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولا عليه وعد له عذاب عظيم مؤمن هذا 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 علي الإمام علي الصديق الفاروق شرم الله وجهه عليه السلام الله يرحم مواجه سنين ويكرمون علينا حاج وعد أنا متش نبت الابتدائية إلا المتوسطة بنعلك تسمح لي لو أخذ من وقتك نعم يقلوا إن جاء من بواد فارس 2-3 قالوا أي أمير المؤمنين عمر قالوا لهم تجدوه مائ يم النحرة يم النحرة ناي قالوا لو عدلته أنت فأملته تدري حاج بعد سنين أنا أسمع للدكتور مصطفى العوني هذا دكتور تكتب الحبيب هذا سلبي طلع شدب طلع شدب يا حاج طلع شدب يعني إحنا تشذب عدلته ومتشدب زين وخاص إله لو كان من بعد نبي لكان عمر 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 طلع شدب هذا الحبيب طلع طلع الحبيب الحقيقي أنت منزلتك مني منزلت محوص من الموتى هاي شا الصحاح هاي يقولي مرتدع هذا أبو عائش هاي يعني بالصحاح أنت منزلتك مني منزلت هارون من الموتى لكن وانا بي من بعد يا عمر هو يوم المباهرة أخرج أخرج أمير المؤمنين علي علي اقتربت منه اقتربت من الدين وانا ابتعدت عنه ابتعدت عن الدين الأمير المؤمنين علي الصحابة بحتاجه نحن نحتاجه لكن هو ما يحتاجنا لأنه قسيم الجنة اسمح لي يا حاج عبد الله أحمد بن حنبل هذا إمام السنة والجماعة في زلائده يسأل أبو الإمام أحمد رحمه الله طيب قاله يا ابتي يقال عندنا علي ينقسر من الدين والنار قاله نعم يا ولدي يا عبد الله الرسول يقول لا يحبك إلا مؤمن يا علي المؤمنين يا عبد الله قاله في الجنة قاله لا يبغضك يعني يكرهك إلا منافق في الدرك العسفل من النار قاله وين المنافق قاله في النار طيب إذن هذا مؤمن في الجنة وهذا اللي يحب علي مؤمن في الجنة جزاك الله سعجز في الدرك إذن هو قسيم الجنة والنار يا حاج الله الحم والديك وشوف هذه وردة رائعة جدا في الأنبار المدينة السونية وهذا واحد سني من الأنبار وهذا كلامه وهذه وردة من السعودية وهذا فهد من هؤلاء وهذه وردة من فلسطين وهذا محمد هكذا نريد للبرنامج أن تجتمع فيه هذه الورود على اختلاف العطور الطيبة التي تعطر هذا الحوار الجيد شكرا لكم أخونا بارك الله بكم ورحمة الله حاج 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 بالله عليك نعم بس سعر بس خلي على بكرة لا بس خلي على بكرة لأن والله تأخرت على الأخوة وحقيقة يوميا اليوم جمعة الله يحفظك شكرا لكم إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله طيب الله يبارك طيب واعل اتفضل أخونا واعل